داود حسين الفنان الكويتي الجميل اللي لما تتفرج عليه ما انتش عارف تضحك ولا تحس انه هو يعني من بلدك ولا يعني فنه مختلف كوميديا لطيفة عنده يعني ابدع في التقليد وابدع في تقديم منوعات كتير مختلفة سواء في الدراما الكويتية او حتى في المصرية داود حسين معروف عنه انه عشق للذهب دي او المصرحية بدأ بيها في دور ملاك طبعا اكتشفه الفنان الكويتي الكبير عبدالحسين عبدالردى وليه تاريخ كبير معاه داود حسين على جنب يسطى ده كان اشرف عبدالباقي كان هندي فعندليب الدقي عمل حاجات كتير ومازال داود حسين يعني بيحلم بتقديم اشياء كتير ملك الفوزير في الكويت وملك المنوعات والسكتشات داود حسين في الظيافة التاسعة مساء الخير مساء الخير واهلا يعني شكرا على المقدمة الجميلة دي والا يعني انت هتكلمني مصري اهو اه اه لا اتواخد على اللهجة مصرية جدا لا احنا في التاسعة دلوقتي داود نتكلم مصري لا نتكلم مصري اما انا مش عارف ان احكي كويتي احكي اعرف صح 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 طيب انت بادئ بالذهب إه اه يعني انت بادئ بطريقك بعاشق للذهب صحيح يعني المسرحاتي كانت وشاحلوا عليك هي كانت يعني في مرحلة الطفولة يعني تحديدا في المدرسة تقريبا في المدرسة وعلى أبدا في الابتدائي كمان قالوا تمثيل تمثيل ايه كنت بحب أشوف مثلا بعض المسلسلات والتمثيليات يعني بس أن أنا مثل قلت يلا جر فأخدت لما رحت شوية يعني شوية جرأة ومش عارف ايه فقالوا لي خد دور الملاك ملاك بقى أنا بصبيط يابيط وعاشق الذهب بدخل عليه بقوله سلاما عابد الدنيا سلاما عاشق الذهبي أتيتك ناصحا أدعوك فلسا فاكرة والله أتيتك ناصحا أدعوك للخيرات فاستجيبي لغاية هنا بس بعدها خلاص بقى الزمن كان الكلام ده طيب طريق التمثيل ما كانش سحل يعني طريق التمثيل ما كانش سحل أدوار مختلفة وبعدين انت بدأت كمان مع فطاحلة صحيح نجوم كبار في الكويت المسرح الكويتي من يعني يعني مستهر جدا نجوم بالذات يعني سبعينات والثمانينات المسرح الكويتي كان قوي جدا مسرحيات قوية في العالم العربي كله ليه وجود يعني صحيح البداية كمان بعد اكتشاف عبد الحسين عبد الرضا وتشجيعه ليك كانوا بيتصوروا ان انت ابنه صحيح يعني كان بيحصل ده كتير صحيح ما هو داود حسين حسين عبد الرضا فكانوا بيحسبون ابنه وكانوا بيحسبوا الله يرحمها أختي العزيزة ويتغمد روح الجنة أختي انتصار الشرح كانوا يحسبون ابنت مريم الغضوان فقالوا هم بقى الاثنين يعني يعني أجيال الفنانين يعني أبنائهم بس أنا طبعا أنا بالنسبة لي كتبني أكيد هو الفنان الله يرحمه عبد الحسين عبد الرضا تبناني فنيا وده شيء شرفني وده وسام على صدري حقيقة لأنه أداني فرص يعني يعني خلاني أنا كفنان بدل ما أتقدم خطوة إلى الأمام عشر خطوات إلى الأمام من خلال باي باي لندن من خلال باي باي عرب من خلال فرسان المنق من خلال الأعمال الكثيرة أنت بتقول مسرحيات عظيمة